درس اليوم من الدروس المهمة اللي باعتبرها من اهم الدروس اللي ان شاء الله حنتكلم فيها في كورس الفوتوشوب درس اليوم بيعتمد على اكتر من تكنيك على اكتر من شغلة مهمة حنتعلمها باتقان ان شاء الله وخصوصا موضوع التحديد والتفريغ بعرف انه تكلمنا عليهم فيما سبق ولكن انا كل درس بحاول احط لكم خطوات اقوى وخطوات احدث وافضل وعشان تتمكنوا اكتر من موضوع التحديد بدقة وما يكون عندكم اي استفسارات ضمن تحديد اي قطعة كنتوا بدكم اياها ملفات التمرين اللي قدامي موجودين عندكم كالعادة هنا بالفولدر الفولدر هات فيه مجموعة من الصور مثل ما انتوا شايفين الفكرة كالتالي انه احنا بالنهاية بدنا نطلع التصميم اللي قدامي هون ضمن كافة القطع الموجودة عليه بموضوع الليرز او كمية الليرز الموجودة عندي هون اللي انا هلأ رح ارتبها ورح اشتغل على هذا الدزاين من الصفر قدامكم بحيث يكون عندكم المام كامل بكل خطوة في هذا التصميم رح اخلي الصورة الاصلية مفتوحة عندي هون كاول تاب اللي هي اسمها سالد رح اروح اضغط من قائمة فايل واعمل نيو فايل على اساس اعمل ملف جديد الملف الجديد رح يكون ويب رح ااجي من عند العرض اخليه 2000 وعندي الطول رح اخليه 1600 وبالتالي مجرد ما اعمل اوكي هيعطيني الكانفس بهذا الحجم عند الليرز من هون او قبل ما احكي عن الليرز بدي احكي عن ترتيب البانيلز الموجودين هون عادة البانيلز بيعطوك او بيعطيك مساحة عمل اكبر او اقل بانك توخد راحتك اكتر اثناء شغلك بالنسبة الي دايما بروح من عند الورك سبيسيز وبعمل ريسة اسنجلز علشان اعيد ضبط واجهة البرنامج بالنسبة الي كمان ما بحب البانيلز اللي على يميني موجودين هون لاني بحسهم ما اخدين جزء كبير من الشاشة فبروح من عند السب مينيو او الفلاي اوت مينيو الموجودة هون وبعمل كلوز تاب جروب وكمان اللي بقولها كلوز تاب جروب هلا عندي هون اللي هو العمود اللي موجود فيه الادوات بضغط على الدبل ارو الموجودين هون او السهمين الصغار الموجودين حتى يخليلي اياهم على عمودين بهذا الشكل من الشغلات المهمة كمان بالفوتوشوب انك تعملها اول ما تفتح البرنامج اللي هي انك تعمل ريسة للادوات يعني انا قبل شوي كنت مشتغل على البرنامج فكنت عامل لجريديينت من هذا النوع كنت مستخدم جريديينت كنت مستخدم مثلا لبرش وحاطت حجمها او الشفافية او واتفر من الاعدادات معدل كتير على الاعدادات الموجودة هون فانا بهمني انك انت تروح على برش او تروح على اي اداة من ادوات الفوتوشوب الموجودة عشمالك مجرد من تضغط رايت كليك على الاداة من هون احكي له ريسة اول تولز لما تضغط عليها وتعمل اوكي بيرست وبرجع كل الادوات لصيغتهم الاساسية او نحكي احنا اعداداتهم الافتراضية لما بطلع عيميني هون عندي اللايرز بطلع بلاقي ارتبورد وان انا صراحة ما بدي ارتبورد انا بدي اشتغل طبيعي لاني انا ما بش قاعد بعمل لاي يوزر اكسبرينس ولا يوزر انترفيس فقاعد بشتغل بوستر وبالتالي موضوع الارتبورد بالنسبة لي مش مهم كيف افكه بعمله كونترول شفت مع حرف جي على اساس اني انا افك هذا الجروب عن طريق انجروب ارتبورد او كونترول شفت جي من قائمة لاير هيني حددته وهي كونترول شفت جي فكيت الجروب واعطاني لوحة الشطرنج او اللي هي فعليا لترانسبرانسي ايريا او المساحة الفاضية او الفارغة من مساحة الفوتوشوب الارضية رح ابدأ هلأ اجمع عناصر التصميم بدءا اكيد بالموبايل اللي موجود عندي هنا بالايد رح اضغط عليه واسحبه رح انزله عندي هنا على اللي نحكي احنا المين مينيو تبعت البرنامج مجرد ما اترك حينزلي الموبايل على الارضية بهذا الشكل الان بدي احدد الخلفية البيضة وامسحها على اساس اقدر امسك الايد مع الموبايل واسحبهم على الفايل تبعي تمام اذا من هون انا بالبداية فكيت الافل الموجود عندي مجرد من بروبيرتز منزلتي شوي لتحت اعطاني هنا اوبشن ريموف باكراوند لما بضغط عليه بستنى ثواني رح يفرغ لي الصورة بهذا الشكل علشان اتأكد انه التفريغ سليم وعلشان اتأكد انه التفريغ انظيف رح اضغط دابل كليك على الماسك الموجود عندي هون لما بضغط عليه دابل كليك رح اجي من عند الفيو اخليها اون بلاك رح اروح عند الاباسيتي واخليها فل علشان اشوف مدى نظافة التحديد الموجودة حوالين الموبايل وحوالين الايد لو انا عملتلي شوية زوم ممكن اكتشف هون انه في عندي مشكلة صغيرة اللي هي البياض هذا الموجود رح اضغط على اداة الريفاين اج رح اضغط رايت كليك واصغر من حجمها او حرف جيم بالعربي او حرف الدال بالعربي ممكن اكبر واصغر الاداء اللي بيستخدموا الماك رح يضغطوا على الجيم والتاء المربوطة اللي هم فعليا بالانجليزي تسكيرت وفتحت القص اذا الاداء كانت مش مبينة معك وهون زي ما انتوا شايفين قياسها 60 لما انا بكبس حرف الدال وبكبر هيها صارت مثلا 400 تمام كبرت الاداء ولما بصغر كذلك الامر التكبير والتصغير مبين قدامي تمام بينما كبست انا على كبسة بالكيبورد الان القياس 125 قاعد بصغر مش مبينة قاعد بكبر مش مبينة ليه لانك ضاغط على كابسلك على يسار الكيبورد فوق الشفت بتلاقيها مجرد ما تكبس عليها برجع بيبين لك الاداء وبتقدر ترجع تشوف وتعاين قديش انت مكبر او مصغر الاداء عموما انا صغرتها خليتها بهذا الحجم علشان بس افوت ضمن هذا المكان مجرد ما فتت اموري تصلحت وضعي تمام مجرد الان ما اعمل اوكي خلص الصورة تفرغت هيك اموري 100% الان انا بالموف تول رح اروح على قائمة امج واحكي له عملي ترم بعدين اعمل اوكي على اساس يشطب لي كل المناطق الزايدة هاي في الصورة كلها من قائمة امج بقول له ترم وبعمل اوكي حتى يفضيلي اياها رح اروح اضغط على اللير من هون اضغط على الايد بالموف تول واسحبها على البوستر تبعي وتركها عندي هون طلعت كتير كتير كبيرة رح اضغط على كنترول تي كنترول تي هي اللي حتطلع لك الهاندلز هدول اللي لما تعمل كنترول ناقص كنترول ناقص رح يطلعوا عندك اللي هما الهاندلز هدول رح تضغط وتسحب بدون شفت لانك شغال على فوتوشوب 2020 ما في داعيتك بالشفت الان جيت هون رحت سحبت الايد خليتها ع سبيل المثال بهاي المنطقة رحت صغرت كمان شوي من فوق دخلتها اكتر لجوة نزلتها شوي لتحت مجرد ما كبست اندر هيك انا ثبت العملية الان انا بعرف انه الرسغ او تكملة الايد طلع على برا والدليل انا لما اكبس كنترول بيبين لي الاجزاء الناقصة انه بيحكي لي انت الايد هاي لسه في لها تكملة واصلة لهون طلعوا لوين واصلة تمام اذا انا هاي الاشي اللي برا كيف ممكن امسحه من قائمة ممكن انا اعمل ترم اذا اعملت ترم وعملت اوكي مشكلتي انه هيروح يمسحلي كل اشي هيمسحلي برضو هاي الناحية اللي هون طب انا محتاجها كيف ممكن اقص الجزء اللي برا ببساطة عن طريق اداة كروب تول حرف السي اختصارها مع تفعيل مجرد ما تيجي انت هون بس تكبس وتكبس هون او تكبس على علامة صح رح يقطع لك الاجزاء الموجودة داخل الكانفس واي اشي برا حيشطبه والدليل لما انا رجعت على الموف ورجعت مسكت الايد وسحبتها لقيتها مكسوصة من هون نعم لانه انا بالكروب تول كبسة هون دابل كليك وبالتالي عزل وخلالي فقط الاشي لداخل البورد اي اشي برا البورد انمسح الخطوة التانية هي اني انا بدي احط الخلفية هاي جوا الموبايل رح ارجع هلا على تصميمي بكل بساطة اعملت زوم وعملت زوم كافي على واجهة الموبايل بهذا الشكل رحت الان على ملفات التدريب الموجودين عندي مسكت الصورة اللي المفروض انها تكون خلفية وسحبتها عندي هون وتركتها على الموبايل طلعت صغيرة بهذا الشكل رحت سحبتها وخليتها مثلا بهذا المكان كبست من الوسط من هون وسحبت لتحت حتى يروحي كبر لي اياها وضغطت على انتر حتى اثبت الان طفيت العين اللي عندها ليه علشان انا بدي اضغط على الصورة هاي تبعت اليد والموبايل لاني انا بدي ااخد اداة الماجيك واند الموجودة عندي هون اداة الماجيك واند وظيفتها اني انا اضغط على عينة من اللون الابيض طلعوا كيف حددت لي ياه على كامل او داير ميدور تمام الان رح اشغل هذا اللير رح اوقف على اللير رح اضغط على الماسك من عندي من هون حتى يقدر انه يمسحلي الاجزاء اللي كانت برا التحديد والان هيك انا حصلت على هذا الشي سؤالكم هون انا متأكد شو هو سؤالكم هتسألوني انه هل بصير احنا نحرك الصورة اللي جوها يمين او شمال او نكبرها او ندورها او كذا طبعا هسا انت لو جيت بالوضعية هاي ومسكت وسحبت انت حتحرك الصورة بهاي الهيئة لان هنا في لينك هايو اللينك هات شو بعمل بربط الصورة مع الماسك فك اللينك اذا مسكت الصورة لحال وصرت تحرك وبالتالي انت هيك بتصير تحرك الصورة Ctrl-T كبر الصورة تعال اعمل روتات للصورة بينما اذا انت جيت حددت الماسك فانت بتصير تحرك الماسك مش الصورة اه تمام لا خلاص رجع اللينك انا عملت التعديل اللي بدييها خلاص رجع اللينك الامور تمام الخطوة اللي بعدها رح تكون هي الصحن الموجود عندي هون خلصت انا من الموبايل رح اطلع منها او اكبس كنترول دابليو رح اعمل نوسيف طبعا عشان ما يسيف عليها ولا اشي هذا الديزاين الاصلي رح اروح انا على الديزاين تبعي من هنا قلت له بدي صحن الصلطة تسحب لي اياه وتنزل لي اياه وين على تاب جديدة ونزلته هون على الكنترول بانيل او المين مينيو الموجود عندي اول ما ضغطت عليها نزل لي صحن الصلطة بهذا الشكل رحت انا من هنا على اداة اوبجيكت سيلكشن تول علشان ااجي ااخد اداة اللاسو اللي هي التحديد الحر مش المستطيلة الحر علشان ااجي من هنا واروح الف حوالين التصميم او الف حوالين الابجيكتس بهذا الشكل وهيني بلف بحاول اني اكون دقيق بهذا الاشي بحاول ما ااخد اجزاء زيادة ولا اشي هاي من هون تمام لهون تمام وهي هيك كملت لهون وهي خلصنا ولفينا وسكرناها هيك اعطاني التحديد في مشاكل طبعا بالنهاية ادوبي فوتوشوب بيعتمد على الذكاء الاصطناعي فعليا الذكاء الاصطناعي اكيد بخطأ مش دايما رح يكون صح انت برضو كانسان لازم توجهه فعليا الان في عندي شوية اخطأ انا عملت زوم عشان اشوف هنا نقول تمام هنا مش تمام في جزء هنا ما تحدد اذا بعمل alt بس تثني لانه هاي فعليا شو عبارة عن خلفية انا ما بدي ايها فalt قلت ما بدي ايها بس تثنيها بالalt هذا صحינ بدي اياه اذا شفت وبزيده تمام انزلت لتحت الاشي اللي ما بدي اياه بعمل له alt الاشي اللي بدي اياه بعمل له shift هي من هون شفت وبزيده تمام هي من هون شفت وبزيد هاي المساحة كلها تمام هيو اخذها هي كمان مرة اها هي أخذها إذن هيك أموري تمام مية مية هي شفته بزيد آه هون لا هون قلت وباجي بنقص هاي المساحة اللي ما بدي إياها هل هيك التحديد مية في المية خليني بله عشان أتأكد أنه مية في المية ولا لا خليني وأنا محدد اللاير تبعت الباكراوند أكبس على زر الماسك الموجود هون رح أحكم لما أنا أكبس دبل كليك على الماسك وأجي أحط من هون وخلي شفافية مية في المية الآن بقدر أحكم لما أعمل هلأ شوية زوم وأكتشف أنه في عندي هون شوية نتوءات فيها شوية مشاكل رح أحلها رح أروح على أداة الريفاين أجل موجودة هون ورح أسير أضغط وأسحب على المناطق الغير مرغوب فيها المناطق اللي أنا حاسس أن الذكاء الإصطناعي ما أسعفني فيها رح أجي أضغط عليها وأسحب وأنظف بهذا الشكل تمام الآن جيت من هون هينظفت الجزء هاد والجزء هاد هيك أموري تمام هاي من هون على سبيل المثال هاي طلعوا مثلا هونها هيك أفضل تمام هون نقول هذا سطوع ما عندي مشكلة هاي مثلا هون تمام تمام هاي مثلا هون بدخل جوا كل النتوءات هاي بدخل جواها طلعوا كيف قديش سمارت قديش دكي وقديش بشوف الحواف الآن في عندي هون قطع ما بدي إياها نهائيا يعني لما أعمل زوم شوي بزيادة اكتشفت هون شوية هيك اللي هم هدول زي الإبهارات أو القطع الصغيرة رح أروح على الأداة الثانية الأداة الثانية اللي هي فعليا برش رح أضغط عليها واجي هون عفون ااجي هون طبعا أكبس ألت لأنه ما بدي هاي الأجزاء وأمسحها ألت وأمسح هاي الأجزاء بمسحها مسح إذن أفهم من هيك هاي صغرتها بالجيم ألت وأمسح مسح إذن أفهم من هيك الأداة هاي اللي هي الريفاين اج هاي الأداة الذكية هاي الأداة بتفهم لحالها وين الشوائب أو وين النتوقات اللي أنت بدك تفوت فيها وتمسح الأجزاء المردكية بينما الأداة الثانية اللي هي البرش هاي الأداة بتمسح مسح المناطق الخاطئة يعني إذا أنت جيت عليها مثلا وكنت أنت محدد إشي غلط زي هيك آه هاي الأداة أنت بتضغط عليها وهو بتعمل Alt وهذا الاشي بتستثني تمام لازم تمشي عليه بالملي بينما هاي الأداة ذكية بس امشي فوقها زي هي خلص لحالها بتفهم وين الخطأ وبتحاول تصلحه الآن احنا خلصنا هاي الجزئية اعملت Ctrl 0 علشان اخلي الصورة على قد الشاشة وعملت من هنا اوكي حتى يعطيني التعديل النهائي للصورة رحت من قائمة image وعملت من هنا ترم وعملت اوكي على اساس بالموف اروح احمل التصميم واسحبه على الديزاين تبعي وارميه عندي هنا في الشاشة Ctrl T طبعا Ctrl ناقص Ctrl ناقص Ctrl ناقص علشان اعرف اشوف جيت من هون ورحت صغرت الصحن وحطيته على سبيل المثال في هذا المكان هاي كمان صغرته شوي الآن هيك اموري تمام على سبيل المثال مجرد ما اعمل اوكي هيك الصحن نحط في المكان المناسب الآن بدي افرجي انه جزء الشمال من الصحن محطوط جوا الموبايل زي ما احنا شايفين هنا في العينة الصحن يساره محطوط جوا الموبايل بينما من الناحية اليمين عادي طالع لبرة اذا انا رح ارجع العب اللعب هاي عن طريق شو already عندي ماسك الماسك هو عبارة عن اخفي واظهر اللي بيفهم مبدأ الماسك بالفوتوشوب رح يكون قادر على تصميم اي فكرة في العالم اي بوستر في الدنيا انت بتشوفه بتقدر تصممه بناء على الماسك لانه الماسك هو اللي بيحدد العمق هو اللي بيحدد نظافة التحديد خلينا هلأ نفهم كيف يعني بالماسك انا واقف على الماسك وانت على الماسك اذا بتاخد البرش وبتيجي من هون وبتمسح باللون الاسود بصير يمحي الاجزاء تبعتك بينما اذا بتيجي مثلا هيكبرنا الاداة شوي طبعا بالدال او رايتي كليك وبنكبر هيجيت من هون مسحت اه تمام طب انا مسحت كثير بالغلط اه تمام عادي ما عندك مشكلة لانه انت مسحت باللون الاسود لو بتعكسه بتخلي ابيض رح تقدر تظهر اه تمام اذا انا فهمت هلأ المبدأ فهمت انا اذا انا على اللون الاسود رح اجي اعمل زوم على الجزء اللي ما بديه واجي اصغر الاداة اذا رح اجي احدد الماسك رح اخفف شوية من الشفافية رح اقرب على الجزئية اللي انا بدي امسحها ورح اقعد امشي زي هيك اخفي كل الاجزاء اللي موجودة عندي هون هين رح امشي عليها سريع سريع تمام انا طبعا ايش مشيت هون شوي شوي بعدين كبرت الفرشاي وصورت امسح بطريقة اسرع هون حتى امسح كل الاجزاء الموجودة هون وبالتالي لما بتفرج وبرفع الوباسيتي هيك اموري تمام سعيد ما في طريقة اسرع من هيك طبعا فيه كنترول زد كنترول زد كنترول زد كنترول زد اتراجعت خففت شوي الشفافية قربت شوي لهون رح اتاخدت اداة السليكشن وجيت رسمت سليكشن على هذا المكان تمام ايش اللون اللي انا مختاره هون لون اسود وين انا واقف على الماسك اذا بتروح تحت اداة الجريديينت بتلاقي هون اداة السطل هذا اللي هو بينت بوكت اذا بتختاره وانت اريدي مختار لون اسود واقف على الماسك بتكبس كبس هون بنزلك لون اسود وبالتالي راح مسح لك كل التصميم او كل اشي موجود على الفايل او موجود على السليكشن تبعك تمام هل في اختصار لهذا الموضوع طبعا سيبك من هذا البينت بوكت تعال اكبس alt مع back space الباك سبيس اللي هي اللي بتمسح الاحرف هيك اموري تمام فلما اجي من هنا وارفع الوباسيتي اذا مية في المية يعني انت هلا يا سعيد عطتنا مقطة جديدة انت جيت حكتنا انه يا عمي انت مش شرط في البراش تيجي تمسح بالاسود لا انت ممكن تيجي تعمل سليكشن وترسم هنا تحديد بعد هذا التحديد انت مختار هنا لون اسود امحدد الماسك اذا بتكبس alt مع back space نزلت لون اسود انت بهذا المكان وبالتالي مسحت اه طبعا اذا بكبس control back space اه حطيت ابيض اذا الابيض هايو موجود هون alt back space بتنزل من الاسود control back space بتنزل من الابيض هذا المبدأ مبدأ مش ماسك هذا المبدأ مبدأ الفوتوشوب لما انت حتى شغال على هذا الفايل ما فيش ماسك ولا في اشي انا فاتح لاي ارفاضية لما هون انت مختار لون مثلا purple بينما هون مختار لون احمر على سبيل المثال لما تيجي ترسم مستطيل او مربع وهون تكون مختار ال purple لما تكبس alt back space بنزل لك هذا اللون هون بينما لما تيجي تكبس control back space بنزل لك اللون الثاني اذا هو مش سحر هو فعليا انت لما تكون محدد الماسك وتحدد قطعة معينة انت الان على اللون الامامي alt back space مسح control back space اظهر مبدأ الابيض والاسود في الماسك الان انا بدي القطع تبعت الخضار الموجودين هون بدي ابين كيف انهم طايرين من الصحن طبعا هم موجودين اساسا على هذا الفايل هذا الفايل انا لعبت فيه كتير وعدلت عليه كتير ببساطة من قائمة فايل في عندكم هنا option اسمه revert option revert اختصاره F12 مجرد ما تكبس عليه برجعلك الصورة لاصلها الان انا اللي بدي اسويه بدي ااجي من هون اخد ال object selection tool تقليل على اساس بل ان احدد القطع هاي شفت القطع هاي شفت وكمان القطع هاي و رح اسير الاف حولين هذور القطع بهذا الشكل الان هاي كمان بدي تمام هاي عسبيل المثال و كمان هاي حالو كتير وهي كمان مثلا هاي وهي كمان هاي خبت البندوره الي هون طلعوا كيف حالوهار يحدد هاي كمان مثلا هاي ما بدي يكون معها أشياء غريبة تمام وعندي مثلا هاي وعندي كمان حبت الزيتون الموجودة هون برضو بدي أخدها ممتاز الآن هيك أنا حددتهم تحديدهم ممتاز صراحة ما بعرف لازم أكبس وين على الماسك بعدين أضغط دابل كليك على الماسك بعدين أشوفهم على خلفية سودا بفل شفافية وأعمل شوية زوم عشان أشوف وأتفقد براحتي هون مليان أخطاء مليان إذن أنا مضطر أروح على الريفاين ايج تول وأجي من هون أكبر الأداة شوي وسير أمشيها في النتوءات اللي عندي موجودة هون وبالتالي بمسح كل الأجزاء الغير مرغوب فيها بهذا الشكل نفس الإشي من هون هي مسحت كل الأجزاء الغلط تمام هي من هون تمام هي من هون هيك تمام هي من هون كمان زبطناها شوي حلو كتير هي من هون على سبيل المثال نفس الموضوع ها هي زبطناها تمام هلأ من هون أها تمام هي من هون مسحنا هاي الأجزاء كلها ذكالة صناعي إشي جدا خرافي في البرنامج هلأ هون تمام هون ها تمام إذن نظفت كل التحديدات متل ما بدي الآن أموري تمام يس بعمل أوكي يلا image trim أوكي رح أروح بالموف أحمل هدول كلهم واروح أسحبهم على الديزاين تبعي ورميهم عندي هون كتير كبار control T رح عاجي من هنا أصغرهم قاعد بصغرهم من ناحية وحدة لو تكبس alt بصير يصغرهم من كل النواحي أو يكبرهم من كل النواحي ممتاز إذن أنا جيت سحبت خليتهم مثلا يكونوا بهذا الشكل كبرناهم شوي جينا لفيناهم شوي سحبتهم على سبيل المثال لهون وعملت enter حتى أثبت العملية عندي هنا كمان شوية تكرارات موجودة عندي حبة الزيتونة تكررت عندي حبة البقدونس تكررت وعندي كمان هاي برضو موجودة مع إنها مش موجودة من ضمن الخضارة الموجودين هون فأنا مضطر إني أقصها من مكان تاني خلينا الآن نشتغل على شغلة شغلة حبة حبة ونشوف الآن هلأ من هون عندي الصورة الثانية تبعة الخضارة اللي هي هاي ورحت فتحتها كمان بيتاب جديدة على أساس أعمل زوم على القطعة هاي أجي من هون أخذ برضو الobject selection tool وأجي برضو أعمل تحديد سريح حواليها وبالتالي اتحددت بقدر هلأ بالmove أروح أسحبها بدي أعطيكم طريقة تانية في التحديد مش دايما الأدوات الذكية أو الأدوات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بتكون عملية انت ممكن هلأ ما تختار هاي الأداء انت ممكن في البنتول تعمل هذا التحديد ايه كيف تمام هاي البنتول أنا جيت من هون ضغطت من هون كبست وسحبت تمام ألت عدلت للوجهة التانية بعدين كبست وسحبت عسبي المثال هون كبست وسحبت ألت عدلت للوجهة التانية كبست وسحبت وبرضو ألت وعدلت هاي هون كمان نفس الاشي ألت وعدلت هاي كمان لهون وهي كمان لهون هاي ألت وعدلت هاي كمان لهون ألت وعدلت وهي click و drag هاي ألت وعدلت وهي كمان click و drag تمام ألت أعدلت تمام وهي لنهاية لهون تقريبا هي بكبس وبسحب 100% ألت أعدلت وهي لهون كبست وسحبت حتى أعطاني إياها هيك صار عندي شو صار عندي رسم مش تحديد رسم حوالين القطعة أو الخضار الموجود عندي هون طبعا بكل بساطة رح أكبس كنترل مع انتر كنترل انتر مع بعض حولي إياها لتحديد شكرا أنا بالموفتول هلأ رح أقدر أمسكها وأسحبها عن ديزايني ونزلها عن ديزايني وكبس كنترل تي وروح أصغرها زي ما بدي ولفها وأعدلها واستخدمها براحة راحتي لو عندي قطعة معينة من هدول القطع أنا حابب أني أكررها يعني على سبيل المثال أنا حابب أكرر حبة البقدونس هاي بسيطة هلأ أنا من هون في شغلة مهمة جدا لازم أحكي لكم عنها اللي هي أني أنا بالنسبة لي بحب أطفي أوبشن اسمه أوتو سيلكت وإنت محدد الموف طفي الأوتو سيلكت الأوتو سيلكت شو بتعمل بتخليك تكبس على اللير يتحدده مباشرة أنا صراحة ما بحبها أنا بحب أني أنا أحدد اللير من يميني من هون أو أكبس كنترل وأكبس عليه تمام؟ راح أحكي لكم هلأ كمان شوي ليش أنا بطفيها على العموم أنا حاليا محدد اللير تبع الخضار المتناثر هاد عطيني هون الماسك تبعه الماسك تبعه أنا ما بديه راح أشطبه بس بدي أحكي لكم ليش بالأول عشان نكون فاهمين أنا هلأ أحبت البندورة هاي حابب أكررها تمام؟ ببساطة رحت على اللازوتول حددتها بعد ما حددتها في سياسة بسياسة الفوتوشوب بيقولك وانت واقف على اللير يكبس كنترل محرفة ج كنترل محرفة ج شو بعمل؟ بعمل لك نسخة من اللير آه طب ليش عمل نسخة مع البياض آه تمام إذن عشان هيك أنا بحكي الماسك هاد امسكه وكبه في التراش كان بعدين قل له أبلاي مش دليت إذا بتعمل دليت برجع لك إياها آه لا أنا بسحبه بكبه وبقول له أبلاي تمام هلأ بروح على اللازو وبروح بحدد الجزئية اللي بدي إياها ونمحدد اللير تبعها اللي هو هاد ونمحدد اللير بكبس كنترل محرفة ج من جوردن وبالتالي بالموف بقدر أمسك هاي الجزئية واسحبها وين ما بدي بدي هذا الجزء تمام ونواقف على اللير بروح على اللازو وباجي من هون بحدد الجزئية اللي بدي إياها كنترل ج عطاني نسخة بروح بحملها وبسحبها كنترل تي بروح بلفها متل ما بدي وبكبس انتر بثبت العملية نشتغل هلأ على موضوع الزيت الموجود عندي هون رح أروح على هاي الصورة أعمل كنترل دابليو أطلع منها رح أروح كمان على هاي الصورة وأعمل كنترل دابليو وأطلع منها الآن رح أروح على الدزاين تبعي كنترل زيرو عشان أشوفه بشكل كامل رحت على ملفات التدريب اللي عطيتكم إياها بروح بضغب على الزيت الموجود عندي هون بسحبه على الفوتوشوب على أساس أني أفرغه كتير لاحظت في ناس عندها مشكلة بموضوع بيقولك أنه يا أخي أنا عندي مشكلة بتفريغ الزيت ما بعرف أفرغ السائل من الصورة بسيطة اللي عندهم البرامج جديدة أنت خلص Object Selection Tool بتاخد Rectangle بتروح ترسم مستطيل حوالين التحديد بحدد لك إياه مباشرة وبتقدر أنك تمسكه وتسحبه وكان الله بسر عليهم سواء كانت هاي الأداء أو سواء كانت أنه خلص مجرد ما تفكي القفل وتيجي من هون تعمل Remove Background برضو حيفرغ لك إياها وأمورك تمام ولكن اللي عندهم الإصدار القديم إيش يعملوا؟ ببساطة بتروح من قائمة Select على أمر اسمه Color Range لما تضغط عليه بتروح تضغط على الأبيض ليه؟ علشان تيجي تحدد قديش نسبة الرينج اللي أنت بدك إياها وبالتالي اخترت على سبيل المثال هاي الدرجة وعملت أوكي فكيت القفل وعملت Delete وبالتالي فرغل الصورة رحت من قائمة Image وعملت Trim وعملت أوكي هلأ بالMove بروح بضغط على هذا القسم أو هذه الصورة وبسحبها وبنزلها على الفايل تبعي وبرميها هون Ctrl-T Alt بروح بصغرها لهذا الحجم وباجي من هون بزبط الحجم مثل ما بدي تمام إذن هاي الطريقة أنا ممكن أستفيد منها وأستخدمها برضو اللي ما حب ممكن زي ما حكينا يستخدم طريقة Object Selection ياخد Rectangle من هون ويرسم مباشرة مستطيل حواليها وبالتالي بالمكاء الاصطناعي بتتحدد أنا من هون جيت سحبتها ونزلتها هي Ctrl-T كمان هي Alt هي صغرتها وهي جيت لهون رحت لفيتها شوي تمام هي كمان من هون على سبيل المثال صغرناها شوي رح أنزلها أنا أعمل Ctrl-Z 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 رح أنزلها على سبيل المثال بمنطقة معينة هون تمام رح أكبس Enter أثبت العملية هس أنا هذا الجزء صراحة يعني حابب أني أخفي ليه لأنه ما بدي أبين وين مصدر هاي اللي نحكي إحنا السائل أو الزيت وبالتالي أنا مضطر أعمل حركة فزلكية صغيرة رح أاجي الآن على حبة البصل على سبيل المثال هاي أو أي حبة من الحبات الخضار الموجودين عندي هون رح أروح على اللاسو تول علشان أحدد القطعة اللي أنا بدي إياها وأعملها Ctrl-J على أساسي يعطيني نسخة منها وهاي النسخة بدي أحطها هون آه طلعت تحت بسيطة بأحملها وباروح أنا بحطها فوق وبالتالي صارت فوقها أنا صراحة هيك بدي أعمل ليش بس علشان أستر على المنبع أو المكان الرئيسي اللي موجود فيه هاي الانطلاقة لهذا السائل وبالتالي هيك أموري تمام الآن استفسارنا حيكون وين استفسارنا إنه ليش لون الزيت هاد مختلف عن لون الزيت هاد ببساطة أنا حاليا كبسة على الزيت هاد Ctrl-Click أو إذا كانت Auto-Select شغالة عندك بس كبسة وحدة هيك عندها بتكون حددت اللير تبع الزيت اللي بدي أعمله ببساطة إني أنا بدي أحدد اللير تبع الزيت زي ما إحنا شايفين أروح من عند قائمة الـ Adjustment الموجودة هون وحكي له من هون بدي Solid Color لما أعطيته Solid راح حطي لي الشاشة كلها لون أبيض ما عندي مشكلة عملت أوكي كبسة Alt وكبسة بين الليرين أنا متأكد إنه هاد اللير تبع مين هاد اللير تبع سائل الزيت هاد اللير لون أبيض Alt وكبست بينهم آه خلالي لون أبيض لا طبعا أنا ما بدي أبيض أقول له يا عمي لا أعطيني من هاد اللون أو من هاد أو من هاد إن تختار الدرجة تقريبا مجرد ما تعمل أوكي شكرا أنا راح أروح الآن ونمحدد هاد اللير تبع اللون وأدمجه مع اللير اللي تحته عن طريق إني أنا أكبس عن قائمة هون وحكي له Color وبالتالي صفة في روح بين هاد اللون وهاد اللون حتي لي تقول لي لا تطلع لما نيجي نعمل شوية زوم تطلع هون كيف غامق فيو درجة غامق هنا ما فيو درجة غامق بقول لك بسيطة أنا بحدد اللير تبع السائل وأنا محدده بروح بكبس على Adjustment Layer كمان بقول له من هنا بدي Levels Levels وظيفتها تغمق الغامق تمام إذن هيك أنا وصلت لمرحلة إني أنا فعليا طلعت نفس الدرجة ونفس اللون تبع الجهة اليمين صارت نفسها على الجهة اليسار إذن فعليا هاي هي الأوامر المهمة اللي إحنا ممكن نشتغل عليها على سبيل المثال ممكن حدا يجيني يقول لي يا عمي أنا لما جيت طبقت صار معي هذا الإشي أوبا شو أسوي بقول لك ببساطة ناكسك تعمل Alt وتكبس بين الليرين هذا هو اللير تبع السائل يا إخوان ببساطة Alt Click Alt Click صفة هذا جوه هذا وهذا جوه وبالتالي هدولة التنين جوه هذا اللي هو السائل اللي يضل هو إنه إحنا نعمل الصحن شوي حقيقي عن طريق طبعا إنه نحط ظل من تحت ونحط ظل عند الأصبع من هون بسيطة رح أكبس أنا بالموف تول Click على صحن السلطة هايو رح أعمل لير تحته أنا ما رح أفتح لير وأسحبه تحته لا خلص انسى أنت محدد اللير تمام اكبس Control مع Click على لير جديد هيعمل لك لير جديد تحت اللير المحدد وأنا كابس عليه آه هنا ألوان طلعوا أبيض وحمر وضارب لي ألوان حرف D حرف D برجع الألوان افتراضية حرف B اخترت أداة البرش جيت من هون كبرت البرش أكتر وأكتر وأكتر وجيت عملت الظل من تحت آه ظل كتير ناعم يخوان آه شو أعمل Right Click وبخلي الهاردنس شوي أعلى علشان يعطيني حدي أكبر في الظل صغرتها شوي جيت من هون ضربت زي هيك وضربت زي هيك وجيت من هون ضربت لي كمان شوي زي هيك حتيري تقول لي لا هذا الظل مواقعي شو هذا الحكي طبعا صح مزبوط مش واقعي عشان هيك وأنا كابسة على لير عشرة اللي هي فعليا الظل كبست على الماسك تبعها علشان فعليا هسا أخلي الهاردنس صفر علشان أجي من هون أروح أكبر شوي وأخفف شوي من الظل من هون أخفف كمان شوي من هون تمام أخفف كمان شويتين من هون وبالنهاية أخفف شوي الشفافية وبالتالي هيك صار الشغل واقعي أكتر وأفضل كل هذا الشغل اللي احنا اشتغلنا ما عملنا لغاية الآن خلفية أنا فعليا الخلفية تبعتي اللي هي الخلفية تبعة الباركة أو تبعة الخشب هذا الموجودة هون ببساطة موجودة بين ملفات التدريب راح أمسكها وأسحبها ونزلها ولكن بدي أحكي لكم ملاحظة يفضل دايما بالفوتوشوب تكون محدد لما بدك تنزل خلفية حدد آخر لير موجود عندك تحت لما بدك تنزل عنصر جديد حدد أول لير موجود عندك إذن أنا لأ بدي أنزل خلفية بحدد آخر لير موجود عندي راح أروح على أرضية الخشب أسحبها ونزلها هون وبالتالي Alt وروح أكبرها وكبس Enter حتى أثبتها الآن هاي الخلفية مبيني هيك تفاصيلها كتير تمام فأنا حابب صراحة أعملها شوية Blur علشان أخفي الحدة اللي فيها رحت من قائمة Filter على Blur من Blur قلت له أعطيني Gaussian Blur أول ما ضغطت عليها من هون صار يعطيني قديش نسبة الغباش قلت له صراحة بس واحد بالمئة ما بدي أكتر من هيك تمام هلأ ضل عندي اللي هو الوهج الأبيض اللي طالع من فوق لتحت لو اطلعنا هون على الديزاين بلاقي من تحت أبيض وطالع بتدرج ببساطة وأنا واقف فوق الخلفية فوق الخشب كبسة تكليك على Adjustment Layer قلت له أعطيني Gradient تدرج هذا التدرج بدي إياه يكون Basic يكون من الأبيض للأسود تمام ولكن عمل لي بلا Reverse أنا بدي الأبيض تحت يكون وعمل لي Scale مثلا أمورك تمام آه طب يا سعيد تظل الأسود بسيطة لأني راح أجي من عند Normal وحكي له أعطيني Screen Mode Screen بتشطب وبتطرد أي لون أسود موجود وبالتالي أنت هنا عامل أبيض وأسود نعم ولكن الأسود اختفى لأنك أنت اخترت من هون Screen بينما إذا اخترت Multiply الأسود بيتأكد والأبيض بيختفي فلا أنا بدي العكس اللي هو Screen هيك أموري تمام Double Click من هون قلت له لا يعمل Scale خفيف ليا أكتر والله أنا هاي بدي أنزلها لتحت لفوق بصير أزبط المكان اللي أنا بدي بعد موافكة أموري تمام هضغط OK وبالتالي هيك أموري 100% الآن صفة عندي بس اللي هي النهاية أطلب وجرب وعندي هون اللوغو طبعا موجود عندي بالإضافة لهذا المستطيل البسيط الحلو على أساس أنه ينكتب عليه ويكون يجلب أو يجلب الانتباه ببساطة رح أروح طبعا عند آخر الليارات الموجودة عندي هون علشان أروح على Shape Tools على Rectangle تحديدا اللي هو أداة المستطيل بعدين أأجي من هون من عند الألوان أقول له تعال يلا أعطيني ال Color Becker عشان أختار لون ما بدي أختار لون منك أنا أنا بدي أضغط على ال Object الموجود عندي هون وأسحب لونه تمام أنت ممكن تسحب أي درجة منه كتير حلو مجرد ما عملت أوكي تمام رحت الآن ضغطت وسحبت في هذا المكان وعطاني هاي المساحة بهذا اللون مثل ما إحنا شايفين الآن بدي أكتب تمام التكست الموجود عندي ببساطة طبعا حددت آخر لير موجود بعدين على بدي أكبر حجم النص أنت ممكن تيجي من عند ال Control Panel وتيجي من هنا وتختار حجم النص الجديد بينما برضو بتكبس Control Shift مع إشارة أكبر وبتكبر النص برضو زي ما بدك الآن باللغة العربية بدي أكتب أطلب وتجرب تمام الآن رحت مسكت الموف تول سحبتها ونزلتها هون Control T وجيت من هنا كبرت الخط وخليته مثل ما بدي كبست Enter حتى أثبت العملية نوع الخط اللي أنا كاتب فيه اسمه Shikari خط Free موجود بتقدروا تحمله كبست Double Click على حرف T الموجود هون أو كبست Double Click برضو على الكلمة الموجودة هون وبعدين جيت من قائمة الفونت كتبت له SH طلع لي Shikari فونت أول واحد كبست عليه بالموف تول كبست Control T وكبرت النص كمان شوي رفعته أكتر لفوق كبست Enter تبت العملية الآن رحت كبست Double Click على التكست من هون على أساس يعطيني لونه كبست على لونه قلت له خذلي لون من هذا اللون الموجود هون مجرد ما أعمل أوكي أموري تمام إذن 100% ضل عندي شغلة صغيرة صغيرة اللي هي أني أنا أجيب اللوغو وأنزله عندي بالمساحة اللي هون رحت على الفايلات تبعت التدريب عندي هون ملف Illustrator مجرد ما تفوتوا عليه سيفتح معاكم اللوغو باللون ما عليكم إلا أنه تحددو تعملي كوبي بعدين أروح على الفوتوشوب واجي من هون أحدد آخر لير وعمله كونترول في بيست رح أشيل الصح عن أبشن Add to My Current Library على أساس ما يشير لي على Adobe Creative Cloud ويحط لي في كل البرامج لا ما بدي هاي الخدمة Smart Object أي نعم أوكي رح أجي من هون أصغر الشعار رح أسحبه أخلي على سبيل المثال بهذا المكان رح أكبس Enter أثبت العملية الآن في شغلة حلوة في شغلة حلوة كتير بين الربط بين Illustrator و Photoshop هذا الابجكت احنا عارفين انه جايبين من وين من Illustrator فعليا أنا مسكر Illustrator خلص كنترول Q طلعت منه هاي يوم سكر معاي مش موجود رح هلأ من هون في عندي Vector Smart Object هذا اللي هو الشعار في عندي المربع الصغير هذا اللي هو Thumbnail إحنا منسميه لما تكبس علي Double Click هيروح يستأذن منك بالأول يقول لك أنه أنا رح أفتح هلأ Illustrator وبالتالي انت لما تضغط أوكي هيفتح لك هذا على Illustrator ليش على أساس أنك مثلا حابب تعمل تعديل بسيط مثلا مثلا أنت حابب تجيب مثلا هاي القطعة اللي ورا تمام وتيجي مثلا تحددها وتيجي تسحبها عفون تسحبها من هون مثلا هيك وتعملها روتيت أكتر وتخليها مثلا هيك Double Click خلاص تمام أموري تمام عملت File وعملت Save لاحظ أول ما عملت Save برجع على Photoshop فورا بلقي عمل لي التعديل تمام أنا صراحة بدي أغير اللون ببساطة حدقت اللوغو الموجود عندي تبع الدراجة جيت من هون مثلا Double Click وقالت له تعال يلا أعطيني اللون أفتح شوي أوكي File Save ارجع على Photoshop حتلاقي فورا بيعدل الإشي اللي بدك طبعا أنت لازم تستنع شوي كمان حتى يعدل يعني هو بيعمل Sync حتى يعدل تمام مثلا كلمة Take بديها حمرة حلو كتير هيحددت كلمة Take لحالها جيت Double Click من هون قلت له عطيني اللون الأحمر الغامق شوي هذا أوكي Double Click بره File Save هروح على Photoshop أستنى شوي حفورا هيعطيني التعديل اللي أنا بدي إذن الفكرة أنه Photoshop وإلستريتر مربوطين مع بعض وبتقدر تستخدم هاي الخدمة بين هاد وهاد بتوقع هيك إن شاء الله أنه أنا وصلت لمرحلة أني شرحت لكم وفشيت غلي صح بموضوع التحديد وآلية استخدام برنامج Adobe Photoshop 2020 وكيف نقدر فعليا أنه نوصل لهاي المرحلة من القوة في التحديد ضل عندي بس نقطة صغيرة صغيرة بس بدي أحكيها اللي هي كيف ممكن أخلي هدول الخضار يصيروا وكأنهم بتحركوا خلينا بلا نشوف هالشغلة البسيطة اللاير تبع الخضار موجود عندي وين موجود عندي يا أصدقائي هون هاي هذا هو تمام حددته هلأ في عندي كمان الخضرة هاي اللي هون وهاي هذا بصراحة أدمجهم كلهم بلاير واحد فإذا هذا خضار مظبوط هاي VEG إنه هاي تمام VEG 3 هاي تمام VEG 4 حلو كتير هاي أوكي هاي لا خليها ما بديش ألعب فيها تمام هلأ عندي اللي هي حطيت هنا 3 فوق 2 4 فوق 3 صاروا عندي 1 2 3 4 مع بعض حددتهم مع بعض كلهم قلت لهم Ctrl E وبالتالي صاروا كلهم لير واحد وشلت من جنب رقم أربعة وبالتالي صار عندي كل الخضار مع بعض موجودين على لاير واحد وأنا محدد هذا لاير رحت من قائمة فلتر قلت له بدي أعمل من هنا Blare Gallery بعدين قلت له بدي أعمل أمر اسمه Bath Blare الباث بلير راح أعطاني هنا خط زي ما انتم شايفين هذا الخط خليت طرفه عن نهاية وطرفه على البداية أو عن نص الصحن بعدين ضغطت عن نقطة الوسطة وقلت له بدي الكيرفي يكون هيك لأنه الصحن رماهم رمي للناحية هاي وبالتالي أنا من هون ممكن أخفف السبيد طبعا ما رح يكون لها درجة السبيد ممكن يكون بس بهاية الدرجة وبالتالي شوفوا سرعة الارتداد أو الارتداد كيف صار مبين معاي شغلة صراحة حلوة أنه الواحد يحكي فيها مجرد الآن ما أعمل أوكي خلص أموري تمام هلأ أول ما أعمل من هون خلص أوكي تمام هيك طبق لي هذا الأفكت هون أجل زبون قالك لو سمحت أنت عامل بلاير كتير أو بالأحرى ممكن لو سمحت تخفف لي التأثير على الزيتونة وعلى القطع الموجودة القريبة القطع البعيدة بس القطع القريبة من هون بتقدر تخفف لي عنها الأفكت جوابك هيكون لا اتنين بتقدر أنك تخفف من قوة أو سرعة هذا البلاير جوابك هيكون لا لأنك أنت طبقت هذا الأفكت أو طبقت هذا الفلتر على لاير عادي آه ولا لازم تيجي لهذا اللاير قبل أنت تطبق الأفكت وهسا بنفهم شو يعني لما عملت convert to smart رحت طبقت نفس الفلتر بلاير جالري بات بلاير وجيت من هون واخترت المكان الأول واخترت المكان الثاني وعدلت الاتجاه وعملت السرعة مثلا 15 حبيت آه أوكي أموري تمام يلا خفف لي الشفافية عن هاي وهاي شوي بسيطة ما عندي هنا ماسك أنا آه تمام يعني أنت لما تعمل smart بيعطيك هنا ماسك يس هذا الماسك أنا حددته رحت على brush tool من هون كبرتها شوي وصرت أضرب هذول الأوبجيكتز حتى يخفف لي عنهم قوة وسرعة البلير وبالتالي صار في البداية طبيعي وبالتالي بلش يصير أسرع تمام إذن أنا بقدر أني أتحكم بهاي خفت تأثير تماما عنها خلينا نركز شباب لما جيت هون أنا على الزيتون وعملت شال التأثير تماما آه تمام أنت مختار أسود solid أسود وبالتالي خفة تماما يس ما هو solid أسود اضغط عليه واختار من هون درجة من درجات gray صفة أنه أنت بتكبس شوي بيخلي لك نكهة من التأثير تمام لو خليتها أقرب للأبيض وصرت أخفي آه خليت تأثير وخفة منه شوي تمام إذن أفهم من هيك أنه الماسك ما بيعتمد على الأسود والأبيض بيعتمد على الرمادي إذا كان أسود أسود بخفي وإذا كان أبيض أبيض بظهر وإذا كان بالرماديات بخفي أو بظهر بناء على توجهك للأبيض أو الأسود القضية الثانية اللي هي لو أجح حكالك خفف لي السبيد أنت حطيتها 15 ممكن تخليها خمسة طبعا ما هو تحت الماسك شو فيه في بلير غالري دبل كليك عليها دخني وين عالتأثير فجيت قلت له عشرة وعملت أوكي شكرا جزيلا أموري تمام هيك بقدر أحكي يعطيكم ألف عافية شكرا